عن تهديدات إيران باشتياح شمالي العراق على خلفية الاتفاقية الأمنية ومطالبتها بإبعاد المعارضة الإيرانية عن حدودها ينضم إلينا عبر سكايد من أربيل الأكاديمي والباحثة السياسية الدكتور عبد السلام فرواري دكتور عبد السلام حياكم الله ومرحبا بكم يعني رغم تطمينات فؤاد حسين في زيارته إلى طهران ورغم إعلان الحكومة في كردستان نقل المعارضة الإيرانية بعيدا عن الحدود الإيرانية وبالتالي سحب سلاحها لكن طهران ما زالت تتحدث عن انتهاء المهلة التي أعلنتها لنقل المعارضة الإيرانية الكردية دكتور عبد السلام كيف تقرأ حديث إيران عن المهلة رغم كل هذه التطمينات نعم تحية لكم تحية للأخوات والأخوة المشاهدين متابعين متابعات في الحقيقة مع الأسف الشديد هذا ما يمكن أن يتوقعه المرء من كل دولة جارة على الأقل تتعامل مع حكومة مثل حكومة العراق يعني نعرف جيدا حكومة معينة يحق لها أن تصدر أوامر وتطالد مكوناتها الإدارية بحيان بهذا وذاك ولكن هم يصدرون أوامر الحكومة العراقية هذا ليس جديدا أولا ثانيا لغة التهديد بالاشتياح أيضا يعني عادة إذا حدث حادث مثلا اليوم بين أزلبيجان وأرمينيا حدث حادث معين يؤدي إلى أن تتساعد الأمور المشكلة لم يحدث خلال الأشهر الماضية أي شيء يدعو الإيران بأن تتحدث بهذه اللاجل المهددة بشن حرب واسعة هذا نفس الموقف قبل سنتين عندما ضربت تهديد بالصواريخ مثل معي الصاروخ إذن الموضوع ليس تواجد قوة المعارضة على الحدود أو لا هناك مسألة بالتأكيد لها جوانب أخرى قد يطول الحديث عنها وليس لدينا الوقت أريد فقط أن أقول ما حسكرت حتى إذا كانت هناك أقوة مسلحة القوة الكردية ليست موجودة على الحدود لكي يتم نقلها من الحدود يعني ما تردد يبين وكأن هناك عملية كبيرة نجاحا كبيرة للإيرانيين يريدون أن ينضخموا بالموضوع كل ما في الموضوع في منطقة حاج عمران وباتجاه المثالة للحدود أنا أعتقد بشريط لا يطول عن عشر كيلومترات كانت هناك بعض نقاط ممكن أن نسميها مثل نقاط تفتيش يعني بعكس مثلا حزب العمال الكردساني من تركيا اللي يحتاج لشريط حدود أقوى من مئتين كيلومتر وبعمه أحيانا عشرين كيلومتر ولم يتحدث أحد عنه المعسكرات هم موجودة في كما ولد في تقريركم في عربة زرلوزير في كويا التي تبحث أكثر من أحوالي مئتين كيلومتر عن الحدود وسبب هجرة الأهالي والمخيمات والعوائل من هذه المعسكرات البعيدة أيضا عن الحدود هو للتجارب السابقة يعني سابقا أيضا بدون أن يكون هناك سبب فعلا يؤدي إلى تصعيد الأمور قامت إيران بقصفها بالصواريخ بعيدة المدى أو حتى جاءت قوات قريبة عنها لذلك أنا أريد يعني أشير إلى نقطة مهمة جدا لألعم كلامي هذا كله في 1992 تعهدت الأحزاب الرئيسية الكردية الإيرانية التي كانت موجودة هنا طبعا نتيجة الثورة الإيرانية ونتيجة حرب العراق والإيرانية عشرات الآلاف من العوائل تعهدت بعدم القيام بأي عملية أو نشاط عسكري انطلاقا من الأنف العراقية حتى لا تعطي إيران أي مبرر والتزمت بذلك فقط هناك مجموعة هي أيضا تابعة لحزب العمال هي التي كانت أحيانا في السنوات الماضية تقوم بإطلاق عدد قليل من الإطلاقات لكي تعطي لإيران المبرر بأن تبدأ موسم القصف المدفعي أنا أعتقد لم تنتهي الأمر حتى إذا جلبوا الإيرانيين وجعلوهم يرون بأم عينهم أن الحدود خالية من أي تواجد سيرفعون مستوى مطالبهم مثلا البارحة كان هناك حديث أنهم يطالبون بتسليمهم 25 قيادة من قيادة من الأحزاب الكردية بحجة أنهم أشرفوا على عمليات داخل الأراغ الإيرانية وهذا طبعا لاحظ هذا الدليل على التصعيد كما تفعل تركيا أيضا أحيانا عندما يتم الحديث عن أي موضوع تضع شروطا مثلا بخصوص سيطرة على معسكر مخمور جنوب أربيل كان أحد الشروط الإيرانية التي هي التركية هو أن يسمح لها بأن هي التي تشرف على هذا المعسكر الذي هو طبعا يضم مهاجرين كرد من تركيا هذا يعقل بالسيادة الوطنية مجمل الموضوع ما لاسا بالسديد هناك وضع في كردستان العراق يختلف عن بقية أجزاء العراق هناك الميليشيات الولائية من مجموعة 70 مجموعة تحت مسميات معينة تحت ضل الحجد الشعبي هناك حوالي 40 منها هي تسمي نفسها مجامع ولائية يعني ولائها لقوم هناك السيطرة كاملة هذا الشيء غير متوفر في كردستان ربما البحث عن حجة للضغط على كردستان أو تعديد سيستمر حتى لو انتهى فصل وجود بالكرد الإيرانيين دكتور أنت تعيش في أربيل هل فعلا أن المعارضة الإيرانية على الحدود الإيرانية قامت بأي عملية في الداخل أو حتى على الحدود الإيرانية هناك تصميم غريب من لدن طهران لإثارة الأزمة مع كردستان العراق هل هناك غايات أخرى دكتور برواري؟ نعم يعني أنا عفوا في إيجابتي سابقة أشرت يعني بصورة عامة إلى أن الموضوع ليس التواجد أو القيام بعمليات بل هو موضوع أكثر عدم رضا عن سياسة الأقليم مع أن الأقليم له علاقات جيدة تاريخية الأقليم له علاقات اقتصادية هناك أربع ملافذ حدودية في الفرحة الأخيرة مثلاً حكومة أقليم كردستان شاركت في نقل الزوار في كل مناسبة يشيد رقادة عندنا بدور الإيرانيين ومساعدتهم لنا منذ 75 مساعدة لاجئين إلى غيره ولكن السبب الرئيسي طبعاً هو هذه السياسة مثلاً الاتهام موجه للنقاط الكردستاني لأنهم يعرفون أن وجود شخصية مثل مصعود برزاني ليس من السهل أن يرضى لرغبات هذه الجهة أو تلك هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أحسن مثال الذي يثبت بأن الحزاب الكردية الإيرانية واعية ليدونها وموقفها الحساس هو ما حدث بعد أن بدأت المظاهرات بعد قتل جينا أميني يعني محساة التي يسمى بالإعلام والتظاهرات التي بدأت بإيران وخاصة في المدن الكردية أنا تحدثت مع أحد قادتهم وسألت عن الوضع أخبرني بأن هناك ضغطاً كبيراً جماهيرياً ومن جهات أخرى لجرهم إلى القيام بعملات عسكرية يعني من الحدود العراقية هناك القوار العسكرية إلى ما أطفناك فقال نحن أدركنا بأن هذا فخ ويريدون منا أن نعطي إيران مبرراً لكي تبدأ حملة عسكرية قوية على كردستان إيران ثم على الحدود لتصرف النظر عن ما يحدث داخل إيران لاحظ هذا التصرف يدل على أن هذه الأحزاب تدرك الوضع جيداً لذلك التزمت كما قلت أنا منذ 1992 بعدم القيام بأي عملية تعطي إيران مبرراً إذن الموضوع ليس فقط تواجدهم لأن تواجدهم موجود منذ 1980 تقريباً لحد الآن إذن الأحزاب كما تفضلت دكتور عبد السلام تدرك الأوضاع جيداً هذا التهديد الذي تمارسه طهران وتتماهى معه حكومة بغداد دكتور ألا يمس بالسيادة الوطنية؟ يعني طبعاً يعني إيران أقامت نقاب كفتيش وحش حجود داخل أراضي العراقية في أكثر من منطقة في المنطقة قنديل مثلاً قريباً عن مثلة الحدود ولم يتحدث أحد عن ذلك يعني في المرحلة الأخيرة حتى حرس الحدود ما يسمى بحرس الحدود في العراق هو شكلياً اسم حرس الحدود لأنه كانت هناك ثلاثة أروية تتمركز أنا من منطقة حدودية أهلية لما أذهب إلى القرية أمر بنقطة التفتيش بحرس الحدود تبعد حوالي 50 كم عن الحدود في هذه المرة مجرد لترضية إيران أو مجرد لكي يظهر بعض خلاصهم لا أدري كيف أصف الموضوع وأولاً وثانياً العملية كانت سهلة جداً يعني مع التصعيد واللغة العدوانية الإيرانية ولكن كما قلت أربع خمس نقاط مثل أبراج المراقبة وبالمناسبة هم سحبوا عناصرهم من الحدود قبل أن أصلاً تبدأ تحركات يعني ألوية الحرس الحدود في العراق الفدرالية مع البيش ماريا لإستقرال في الحدود ونحن كنا في نفاوضاتنا مع العراقين دائماً ندعوهم إلى أن يأتوا ويستقروا ويقوموا بواجبهم لأن حماية الحدود الدولية هو واجب الجهات الفدرالية هم كانوا يتذرعون بمجموعة من الأسباب هذه المرة جاءوا ولو لم تكن هناك مساعدة من قبل قوة البشمار لم يكن لهم إمكاناً أن يصلوا أيضاً هناك لأن هناك قوات التي تقول لنا هذه مراتقنا مراتق دفوتنا لذلك أنا كما قلت يعني حشر كيلومترات تم السيطرة عليها وتظهر المسألة وكأن هذا ارتصار كبير للتهديات الإيرانية أنا أتوقع أن يستمر يعني التهديد وسلسلة إيجاد حجج أخرى لأن الموضوع ليس فقط تواجدهم عبر اسكاب من أربيل الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد السلام برواري شكراً جزيلاً لكم